بقى لي مأزون اكتر من 30 سنة عمري ما شفت جوازة بالشكل ده كل واحد جاي لي جاي يجوز مراته للتاني اهدى علينا شوية بس يا مولانا خلصنا بقى حاضر يا سيدي كده يكون العقدين تمام وانا اضافت بند لكل عقد حسب الاتفاق ان العصمة تبقى في ايدي الست غوائش والعصمة تكون في ايدي الست جواهر بالرفاق والبنين ان شاء الله رفاق وبنين ايه فلالله لفقلك الجوازة دي لم اخزة بلع فشينك يعني فشينك يعني ايه يا معلم يعني ان شاء الله كده احنا متفقين بإذن الله بإذن الله كل واحد فينا مش هيدكل عمرات التاني هذا لا يا جوزو شرعا يا معلم لازم كل واحد يدخل بعرسته دخولا شرعيا ايه ده بس انت يا سلطان ان شاء الله يحصل عم الشيخ يحصل يحصل ايه يا عم ايه اه شيخ ياسين انت الحمد لله كده بصلاع النبي خلصت المؤمورية بتاعتك اتوكل انت على الله والصبح بدرق صبح ايه الفجر انا بنفس حاجة خبط عليك تيجي تعمل لنا كده ان شاء الله اجراءات التلاطة اه محلل يعني الله ينور عليك ما انت فاع بكل حاجة اه اه وانا لا يمكن اشترك في لعبة قذرة زيدي معلش يا معلم ده مخالف للشرع يا معلم وانا لو اعرف كده ما كنتش حضرت من اساسه معلش يا مولانا هو ما يصدش سلطان ما يصدش ما يصدش يعني ايه ما النية بانت ايه النية بانت اسمع يا معلم المحلل حرام شرعا حرام شرعا ولازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده وجعل الزوجة تتزوج باخر عشان امثلك يتربوا ويمسكوا لسنهم عن التلفظ بكلمة الطلاق على الفضية والمليانة ما تجلدني بالمرة يا شيخ هو كده واذا تزوجت الزوجة باخر لابد ان يكون زواجا شرعيا كامل الاركان مش في شيء كذا انت ما بتقول كده عن اذنكو يا عمي الشيخ ما عليش اهديش اغني ماسف اني حضرت من اساسه است bus re يا مولانا العقدان الإلي كتبتهم حأطاحهم استغفر الله العظيم يا عام استغفر الله العظيم يا مولانا اهدي مولانا استغفر الله العظيم يا عم الشيخ يا عمي، سيبك منه بسيبك منه afterward انت آجر لا ل 용سك مؤزون بجد أنا سأططلغ عسرة منه عشرة منه بس أوعى هنداوي إيه؟ أوعى كلام الرجل داي أثر فيه أوعى حسك عينك الشيطان يوزن عيب يا سلطان مش ياخد اللي يحمل بلاط أيه خليك بلاط قدر انت عارف